بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي ومشاهدي قناة نادي الألي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس الحقيقة أداء رائع وفوز مقنع بأربعة أهداف على فريق المقص عايز أتكلم عن المباراة دي بشكل خاص لأنه الحقيقة حاجات كتيرة جدا خدناها أو كسبناها من هذه المباراة كنادي أهلي قبل بس ما تكلم عن المباراة عايز أقول لحضراتكم أنه احنا بخلال الأسبوع اللي ما قبل المباراة كان هناك من هذا البرنامج تحديدا وخلونا أتكلم على هذا البرنامج على برنامج البيت الكبير خلال الأسبوع أو العشر تيام ما قبل أو من بعد نهاية كاس العالم للأندية وحتى مباراة مباراة كنا بنعمل حملة مضادة الحقيقة للحملة اللي كانت بتحصل على بيتسو موسيماني الحملة كانت بتحصل على بيتسو موسيماني وعلى نادي الأهلي ما هو إذا كنت بتتكلم على المدير الفني للنادي الأهلي فأنت بتتكلم عن النادي الأهلي أنا أتكلمش على بيتسو موسيماني كشخص ولكن أنا أتكلم عن المدير الفني للنادي الأهلي خلال الفترة السابقة زي ما قلت لحضراتكم كان هناك حملة ممنهجة على النادي الأهلي وعلى مديره الفني أن يتخلصوا على الرجل ده لازم يخلص لأنه عنده حظ بشكل جيد والحظ لا يأتي إلا للمجتهدين عنده فريق عمل فريق كويس لا مش فريق واحد مش 11 لاعب بس عنده 11 زائد 11 زائد 11 عنده 33 لاعب يقدروا يلعبوا باسم النادي الأهلي طبعا قطاع الناشئين في النادي الأهلي ومنظومة النادي الأهلي هي اللي عاملة هذا الأمر هي اللي عاملة أو هي اللي قدت للمدير الفني تفضل اختار لو عايز ناشئين عندك ناشئين عايز لعبين عايز مين اللعابة اللي أنت عايزهم عايز بيرسي تاو وعايز ميكي سوني عايز مين؟ عايز ميكي سوني عايز ميكي سوني الفاشل بالمناسبة ما احنا دلوقتي بنتكلم كده إذا لم يكن اللاعب جيد أو في من الأول مباراة نزل فيها بيرسي تاو أول ما لعب حظه ورزقه أنه هو قدر يتكيف مع الأمر فنزلوا لعب الناس كلها قالت ده لعب جابت جداً ومحدش بيتكلم عنه من أول ما تشطلع نار من بقه صراحة لكن ميكي سوني على العكس لازم نقف لازم نقف في ظهر الناس دي ولازم نقف وراهم لدرجة يعني حتى أن كثير من الإعلاميين وكثير من المحللين اتكلموا مبارع على أن ميكي سوني أو اتأسفوا الميكي سوني أنا بشوف أن الكلام ده غير صحيح ماينفعش فيش حاجة اسمها عشان اللاعب تقلق في المباراة واحدة تقول عليه كويس وإحنا أسفين والكلام ده كله بوجهة نظري وأنا بقول له هو بمنتهى الأمانة حدش عارف إيه اللي هيحصل بكرة ولكن الراجل قده بشكل جيد الراجل مش بشكل جيد ميكي سوني فبالتالي آه نقول عليه لنا هو في المباراة دي كويس ولكن يا جماعة هو في الأساس هو لاعب جيد جداً لأنه النادي الأهلي ما بيجيبش محترف إلا لما بيحطه تحت الاسبوت أو التقييم ومعايير التقييم بتاعتنا لفترة طويلة ومعايير النادي الأهلي غير معايير أي نادي تاني فإذا الأساس بتاع الموضوع إن الرجل ده كويس ممكن لا يوفق مع النادي الأهلي بالمناسبة ما عنديش أي مشكلة ولكن الأساس في الموضوع إنه لويس ميكي سوني ده لاعب جيد لاعب محترف جيد بما إنه جيه أفضل نادي في أفريقيا ما ينفعش تيجي أفضل نادي في أفريقيا وإنت الأساس بتاعك مش كويس فأنا بالعكس أنا بشوف إن الناس اللي قالت على ميكي سوني الفترة اللي فاتت إنه هو راجل ما عندوش فكرة وإنه هو بينزل زي فرق أتقل كده بالكلام إنه هو بينزل ما بيعملش حاجة وبيجري هنا وبيجري هنا وبيجري هنا وبيجري هنا وكلام من هذا القبيل برضو أنا كنت معترض على هذا الكلام في الوقت ده زي ما أنا معترض على الكلام اللي اتقل مبارح إنه ما ينفعش تقول إنه عشان لعيب تقلق في المباراة تقول الله على الجمال والله على الحلاوة طيب المطش اللي جاي لو لم يوفق هتقول إيه ها حد يقول لي هتقول ان انت كان عندك حق وان انا شفته انا قلت ان الراجل ده ما عندوش فكرة وهكذا هو ده الكلام اللي بيحصل لكن خلينا نتكلم بالمنطقية يا جماعة مش كده خلينا نتكلم بالمنطق دايما انه طالما جيه النادي الاهلي يبقى جيه وفق معايير معينة موافقة المدير الفني وموافقة لجنة الكرة وموافقة 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 وفي نفس الوقت انا جاي افضل نادي في افريقيا وبالتالي انا محترف جيد ده لازم نبقى كلنا عارفينه يوفق او لا يوفق او لا يوفق دي على حسب بقى عقليته وشخصيته وعلى حسب كذا وكذا وحاجات كتيرة وتأقلمه ما حد يفكرني كده بفلافيو يا جماعة معلش انا كنت عايش اللحظة دي او كنت عايش الفترة دي الناس كلها قالت لك ايه اللعيب ده وايه اللي مش عارف ايه ده وايه وبعد كده بقى واحد من افضل ما بتكلمش عن جمهور الاهلي لان جمهور الاهلي دايما بيقف وراء ولاده ووراء ادارته ووراء مديره الفني ووراء الكلام ده كله لانه جمهور واعي لكن انا بتكلم عن بعض من لايه شجع نيد الاهلي اللي دايما بيروحوا في هذا الاتجاه فالمنطق بيقول ان لأ موسيماني طالما جي نيد الاهلي بقى لعب كويس لكن انا مرة تانية بقول ان انا مش مع الكل الكلام اللي تقلم بقى احنا اسفين يا موسيماني واحنا انا قاسف احنا هنرجع للموسيماني الوقت احنا اسفين يا ميكي سوني ومشين الراجل مش عشان تقلق في المباراة واحدة لا راجل كويس وهايل ويمشي كويس ان شاء الله فاكرين الراجل ده فاكرين فلافيو سانة بحالها سانة بحالها قاعد يعني ما جابش جون فيش توفيق فيش توفيق خالص كرة عملت من اعماد انا كنت موجود في الملعب بقى في الوقت ده كرة تلعبت من اعماد فاول فلافيو بيبصلها كده جات في ظهر ودخل الجون بيبصلها كده سبحان الله غز المحلة جات في ظهر ودخل الجون من بعد هذا تحول الوحش او تحول الى الوحش زي ما بنقول لكن اساسه ايه فلافيو اساسه انه هو محترف جيد جدا فرود منتخب انجولا زي ما ميكي سوني فرود منتخب موزنبيق فمش عشان هو فاول 3-4 مباريات 5-6-7 مباريات لم يكن جيد مع انه كان بينزل ربع في عشرة وعشرة في ربع في بتاع نقول عليه انه هو وحش وانه هو تقلق مبارح نقول عليه يا سلام عليك يا ميكي سوني لا هو لاعب جيد وبما انه موجود في النادي الاهلي فهو لاعب جيد انه جي وفق معايير معينة ننتظر بقية المباريات انه هو يروح للمستوى اللي احنا عايزينه كاهلوية واللي شفناه فيه خلال ما قبل وجوده في النادي الاهلي هو ده اللي احنا عايزينه بس كده